أهلا بكم قدم جلالة الملك عبد الله الثاني التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المينيا وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين وأعرب جلالته عن إدانته لهذا العمل الجبان مؤكدا وقوف الأردني إلى جانب مصر في جهودها في محاربة الإرهاب وعلى الصعيد ذاته أدان غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدسي وسائر أعمال فلسطين والأردن ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة تلك الجريمة الإرهابية التي أدت إلى استشهاد سبعة مصريين وإصابة آخرين عند عودتهم من دير الأنبى صموئيل في المينيا بجمهورية مصر العربية وعبر غبطته عن تعاطفه العميق مع أهالي الشهداء مقدما لهم وللشعب المصري أحر التعازي معربا عن أمله بالله لشفاء جميع المصابين كما أكد بطريارك القدسي على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع مبادئ الديانات السموية الثلاث ومع القيم الأخلاقية والإنسانية وشدد غبطته على أن استهداف المصريين الأقباط يخدم أعداء مصر الذين يسعون إلى خلق شرخ في النسيج الاجتماعي المصري والنيل من وحدة الشعب المصري اشتركوا في القناة